خليني أقول شيء تاني في هذا الموضوع تعرفوا أنه الاسم الله يهوي اللي هو أهيأ الذي أهيأ بحسب خروج إصحاحه الثالث طبعا هذا الاسم يعتبر سر أو كأنه غامض بس الله أعلن عن اسمه بهذا الموضوع أعلن عن هذا الاسم لموسى طبعا وحتى اليهود يعني للقرن الثالث قبل الميلاد لما ترجم الكتاب المقدس اليوناني الترجم السبعينية ولما كانوا يتكلموا اللغة الأرمية الشعب أدرك خطورة وأهمية هذا الاسم فبيخافوا أنه يذكروا حتى الاسم لألا مكتوب لا يتبرع فاتخيل معاي من خوفهم أنه مجرد يذكروا اسم الله ويطلع الزكر مش مزبوط بخافوا من العقاب فاستخدموا تعبير الرب أدوناي فالرب أدوناي واستخدموا تعبير الاسم يعني الاسم بالتعريف يعني اليهود حتى يومنا هذا ما زالوا يستخدموا نفس التعبير يقولون بعزرات هشيم يعني بمساعدة الاسم طب قول بمساعدة الرب أها بخاف أنه ينطق بالاسم لألا يطلع في شيء مش مزبوط فأنا بكرر هذا الشيء على أساس خطورة الموضوع في الشرق الأوسط عم نستخدم اسم الله باطل وممكن تقتل إنسان إذا سب نبي وإنك تتغاضى إذا سب الله يا للعار يا للخزي يا لمجتمع عم بغير الله على طريقته وعلى صورته هو ولا ندرك أنه نحن نأتي بالدينونة على أنفسنا بسبب هذا الشيء موسيقى